هذا وعلنت وزارة الصحة عبر الإحصائية اليومية لحالات فيروس كورونا في مملكة البحرين تسجيل 7,042 حالة قائمة جديدة وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات القائمة إلى 60,952 حالة منها 143 حالة تتلقى العلاج في المستشفى و20 حالة في وحدة العناية القصوى فيما تم تسجيل ثلاث حالة وفيات خلال اليوم كما أعلنت وزارة الصحة تعافية 6,784 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 365,757 حالة